اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة متجددا برامجكم عدسة اثراء التي من خلالها نقطي جميع الفعاليات المقامة داخل دولة الكويت منها الاجتماعية والثقافية وايضا الدينية والتربوية فأهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم حياكم الله معنا الحمد لله يا رب العالمين واصلي والسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون لهذا البرنامج المبارك عدسة اثراء نتكلم فيه حول أحاديث نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم أو آيات قرآنية أو أعمالا في اليوم الليلة يستفيد منها الإنسان ومعنا معشر الأحباب حديث جميل جدا هو سلوة لكل مؤمن قصر نوعا ما في الأعمال فرح فيه الصحابة رضي الله عنهم فرحا شديدا حتى قال قائلهم لم نفرح بشيء أشد فرحا بعد الإسلام بمثل هذا الحديث وهذا الحديث صحيح رواه البخاري في صحيحه والإمام مسلم وعند الترمذي وعند أبي داود وغيره جاء رجل من أهل البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا كبيرا عظيما والصحاب رضي الله عنهم كانوا يحبون أن يأتوا الأعراب فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يهابونه صلى الله عليه وسلم ويوقرونه ويجلونه ويخافون أحيانا أو يستحيون أحيانا أن يسأله أسئلة هذا الأعرابي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة متى تقوم القيامة متى وقتها حددها لي متى الساعة يا رسول الله سؤال كبير جدا متى الساعة فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال مثله فقال وماذا أعددت لها أول الفوائد نستفيد من هذا الحديث جواز رد السؤال بسؤال إذا سألتني سؤالا ممكن أن أجيبك بسؤال مثله وهذا إذا كان السؤال غير مناسب للمقام أو أنك أيها السائل قد غفلت عن الأهم فسألت سؤالا وينبغي لك أن تسأل سؤالا آخر فأرشدك إلى السؤال إلى جواب هو سؤال هنا الصحابي رضي الله عنه سأل قال يا رسول الله متى الساعة وليس من شأني أحد أن يعرف متى الساعة ولكن الشأن كل الشأن أن تكون ماذا أعددت لها فلذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قال وماذا أعددت لها ليس من شأني ولا من شأنك أن نعرف متى تقوم الساعة لكن الشأن كل الشأن أن نعد لها العدة قال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير زاد التقوى والتقون يا أولي الألباب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي قال وماذا أعددت لها وفي رواية قال ويحك وماذا أعددت لها قال الصحابي ما أعددت لها يعني ما قدمت شيئا كثيرا وفي رواية قال والله ما أعددت لها من كثير الصلاة ولا صيام ولا زكاة غير أني أحب الله ورسوله انظروا رعاكم الله إلى هذا الجواب الموفق المسدد من هذا الصحابي تربية النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أعددت لها بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة لكني أحب الله ورسوله فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم فقال المرء مع من أحب يوم القيامة وفي رواية قال أنت مع من أحببت يوم القيامة قال روي الحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه فإني والله أحب رسول الله وأبو بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل بأعمالهم هذه الجمل وهذا الحديث مع عشر الأحباب فيه كثير جدا من الفوائد نأخذ منها على سبيل الإختصار أولها أن الشأن أن نعد للساعة عدتها ونقدم لها الأعمال الصالحة ونبتعد عن الأعمال السيئة ونتجنب هذا لنفوز بالجنان وهو الفوز العظيم قال الله جل وعلا فمن زحزحا عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حقا مهما قدمنا من الفوائد من هذا الحديث مهما قدمنا من أعمالا صالحة وأقوالا طيبة زكية نقية نحن مقصرون في حق الله جل وعلا ويجب على الإنسان أن ينظر لنفسه نظرة تقصير وأن ينظر لنفسه نظرة النقص فمهما قدمت لم تعبد الله حق عبادته مهما عملت لم تقدم ما يستحقه الله جل وعلا منك مهما قدمت للإسلام فالإسلام يستحق منك الكثير الكثير لذلك قال الصحبي موفقا مصددا قال ما أعددت لها كثير عمل وقال في رواية ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا زكاة نعم مهما قدمنا معاشر الأحباب نحن مقصرون حتى في صلاتنا يعترين النقص فلربما يصل الإنسان صلاة ويكون في أولها خاشعا متأملا الآيات التي يقرأها ما يلبث إلا ويأتيه الشيطان ويأخذه في الوساوسة يمنة ويصرة حتى يغفل وينسى ويذهب مع الأولاد لربما لا يدري الإنسان كم صلى بسبب الغفلة والبعدة عن ما أعده من صلاة وكان في الصلاة لذلك ينبغي أن ننظر لأنفسنا ولأعمالنا نظرة نقص مهما قدمنا قال الصحابي لم أعد لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله هذا هو الواجب أن تحب الله حقا وصدقا وأن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبعه قولا وفعلا لتفوز بالجنان قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإذا كنت صادقا في محبتك لله اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يحبك الله جل وعلا وتتمت الأمر قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم محبة بأقواله وأفعاله ومأكله ومشربه ومعاملته ومشيته ونومه وأذكاره في صباحه ومسائه وأذكار النوم ودخوله وخروجه للمسجد ودخوله وخروجه لدورة المياه الخلاء ودخوله وخروجه للمنزل أذكاره صلى الله عليه وسلم وأفعاله في اليوم والليلة اتبعه حتى تكون محبا له قال غير أني أحب الله ورسوله وهنا يأتي جواب النبي صلى الله عليه وسلم سلوة لكل مسلم ومسلمة لكل مؤمن ومؤمنة نظروا لأنفسهم نظرة تقصير نظروا لأنفسهم نظرة ندم نظروا لأنفسهم نظرة عصيان ويقع منهم المعاصي ونظروا لأنفسهم وينظرون إلى الله جل وعلا نظرة شفقة أن الله يشفق عليهم ويرحمهم ويتجاوز عن سيئاتهم سلوة لكم قال المرء مع من أحب يوم القيامة فنسأل الله أن يجعلنا ممن أحبه صدقا وعملا وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في زمرته قال المرء مع من أحبه وما القيامة ثم قال أنس روي الحديث ما فرحنا بعد الإسلام بشيء أشد فرحا من هذا الحديث وبين أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيانا واضحا قال فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأرجو أن الله يحشرني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم ومن هنا مع عشر الأحباب نستفيد احذر احذر غاية الحذر أيها المسلم واحذري غاية الحذر أيها المسلمة أن تحب الكفار وأن تحب الفساق وأن تحب الفجار فإن المرأة مع من أحب يوم القيامة فإذا كنت تحب الكافرين الفاسقين الفاجرين أهل المعاصي المجاهرين فيخشى أن تحشر معهم يوم القيامة يستفاد أيضا وجوب محبة الصالحين على رأسهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ثم صحبته الغر الميامين من بعده فقال أنس فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأرجو أن الله يحشرني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم فاحذروا محبة الفساق والكفار كلاعبين الأندية وغيرها والمشاهير من المغنين وغيرهم احذروا أن يحشركم الله معهم يوم القيامة فإن المحبة لا تقتضي فقط في الدنيا وإنما هي للآخرة وأحب الصالحين كما قال الشافعي رضي الله عنه ورحمه أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجاراتهم المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة في البضاعة فحب الصالحين واسأل الله أن يحشركم معهم وتكونوا في زمرتهم فاللهم لا إله غيرك ولا رب سواك نسألك قيوم السماوات والأرض أن تجعلنا ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ظاهرا وباطنا ونسألك يا الله أن تحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وزمرة صحبته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجنبنا يا ربنا محبة الفساق والكافرين وأبعدنا عنهم في الدنيا وأبعدنا عنهم في يوم الدين والله أعلى وأعلم وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد لكم من أجمل تحية ومع السلامة اشتركوا في القناة